موسيقى موسيقى شفرة هذه الخبز وصلحة نبخ في فوق استطاعال انا لدينا البريكة التي تشعل فقد ندخل الفخر في هذه المطبخ وبالزربة بسرعة تشعلها ثم نخرج البالكون لن يزند لنا الفخر ونجعله حتى يزند من بعد اخواتي نوجد الشاي المغربي كما تشوفوا ناخده هنا الشاي المغربي ندير اخواتي لنشعراء مع اي اي حبوب بسرعة تصيبات المغربي نضيفه حتى يضيفه ثم نستخدم هذا المغربي لا تستخدمه يجب أن نآخذ هذا المغربي لا تقلل على مسترة ونضيفه في المغربي من بعد اضيفه نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء الوقت ظل دعونا الماء برادة هنا ايضا تبيت ايضا في الماء اضافة ماء ونضيف ماء ونضيف ماء ونضيفه هنا يختمر 5 دقيق وهذا هو ايدينا يجي لون والمادق يجي رائع ايضا نقدمه مع المشاوي هذا ايدي العيد يكون تقليل مع اللي دام أولا مع الشحوم كيفما تشوفوا أخواتي هنا ما سجلتش في الأول الكبدة من اللي شويتها فهنا الكبدة هنا تشويت في الأول من بعد قطعناها هنا كيفما تشوفوا المجمار خليته تنزل يعني ولا رماد كنقطع هنا الشحمة ديال ابو الفاف ديالنا ما شاء الله كنقطعها على هذا الشكل من بعد ما كرمت لنا نحن نحضر القطيبنات ديالنا وديل القلب كانت شوي القلب على الفطور ديال العيد او لا الغضاء ديال العيد أنا متا ندبح احسن من ورا 12 يعني من ورا الغضاء لان الزوج ديالي كيبش يدبح العائلة والخوت دياله من بعد بش من بعد كيجي كيدبح لي نحن الأخرين يعني ذاكشيالي دائما العيد عندي أنا شوي متعطل فكندير الفطور عادي ومن بعد هذا هو الغضاء ديالنا يعني عندي العادة شوية مختلفة شوية صافي هنا كيفما كتشفو كان دير القطع ابنات بمساعدة السوج ديالي كان عمرو هكا القطع ابنات ديالنا عيد متواضع بيني وبين السوج ديالي والابنياني يعني أسرة صغيرة هكا كانية بين بعضياتنا محتافلين بالعيد مع بعضياتنا يعني كتبقى كل بيت وكل أسرة والعادات والتقاليد ديالها ولكن كتبقى هي عادة وحدة عدنا جميع المغاربة ولكن كتختلف من بيت الآخر على حسب عدد الأسرة وعدد الناس وبعض العادات كان حيدوهم بحيث مثلا احنا انا في دارنا كنا كان فطروب البولفاف يعني كان طبقوا السنة ان انا كان فطروب الكبدة هي اللولة ولكن كيفما كتشوفو كما سبق لك لكم فكيتعضر علي انا اللي ندبح في الاول تكشي علاش يعني كان خليو هاد هاد بولفاف حتى اللغدة كيفما تشوفو صافي من بعد ما كان نصوبوا هاد القطع ابنات ديالنا على هاد طريقة اخواتي فكان نديروهم يتشوو لنا صافي وها الغذيوة ديالنا موجودة هاد هو الروتين ديال اليوم العيد الاضحى ديالنا والعيد الكبير اللي يدخلوا علينا وعليكم الصحة والعافية والهنا ورزق هذه عادة من بين يعني هي سنة مؤكدة وعادة كتبقى احنا المغاربة كان فرحوا بها بصراحة يعني كان احتافلوا بها ويعني كان وجدوا لها الشهر وحنا تنوجدوا متقديات بالتحضيرات يعني كتكون واحد حويج اللي احنا كان فرحوا بهم بصراحة ومازال يعني متشبتين بهم عجيال اعبر اجيال وكان ورزقهم حتى الوليداتنا صافي كما كتشفو كنديرو هنا يا القطيفنات ديالنا حتى تتشوو لنا باش كنحضروا الاغذيوة ديالتنا نتغذو الكبدة راها طيبة كما أسبق لديكم كان طيبوها الطيبة اللولى فق الفاخر من بعد كان قطعوها كندروا ليها مليحة وشوية الكامون بولفف اخواتي ما تيبغيش العطرية ما تيبغيش تجاوبيل كيبغي غير الملحة ولكامون هو من بين راسه سبحان الله الملحة ولكامون كندروا بطابة الحال مع المقابلات مع الزيتون والشاي المغربي هنا من بعد ما اتغذيت اخواتي نط الروتيين ديالي كما قلت لكم الزوج ديالي دي بحف السطحة وهو الابن يالي انا مطلعت حكي تكنت عيانة ما قدرتش عالي الشمش فهما عبطوا لي كل شي هنا يعني عاونوني ولكن اه شي حويش خسني نديرو مانا بحل اه بتسبرية او لا الفشة اخواتي شوفوا كي كندير لها كنعمرها بالماء من الروبيني او للصنبور ولا الحنفية تقطت عمار مزيان متافق وكان قطعها او كان في اللحة بالسكين فكيخرج منها هادك الدم كامل وكان تنظف لي وكان بقى ندخل لها الماء يعني في الباب ديال الصنبور او للفم ديال الصنبور ولا ديال الروبيني ولا الحنفية تقطت عمار مزيان عاوتاني وكان تشلل كتولي تخرج دك الدم وكان تولي بايدك بمشتوع هنا بالنسبة للمصارن هادي الطريقة اخواتي كيفاش كنغصل المصارن ديال الحولي كندلهم هادك الطريقة اخواتي كندلهم هادك القطيب اللي حنا كندلو به شوى او لكندلو به البولفاف ولا البغوشيت فكان من بعد ما كان قلبهم كان فقا نحصر فيهم هاك غبلي بين اليد ديالي هاكا تكنخرج هادوك الزوائد اللي تكونوا في الداخل وكان اصلوا هاده ومصران ديالنا هنا اخواتي هاد العيد ما غداش ندير الكوردس المصارن ما غداش نرققهم غنخلي مغي على هاد الشكل لانا غدا نديرهم تقلية انتو بغادي نحضرها ان شاء الله واتشوفها معايا كيف مشتوع لها الطريقة انا كنقلب المصارن كناخد القياس اللي بغيت ومن بعد كان قطع بالسكين وكان بقا نديرهم هاد طريقة كيم مشتوع كي يجو ساهلين اخواتي ودغية كيتنظفوا لينا كيف مشتوع شوفوا الريا ما شاء الله اللون ديالها والبيض من بعد ما قصلتها رات طريقة شفتوها في الفيديو اخواتي المصارن ديالنا غدا نمر الكرشة اخواتي انا عندي اللون ديالة كماشتوها مشيك حلة بزاك يمنحن نديرها في المطيب انا غدا غير را ننظفها على برة، هادي هي المعدة اولا المجبنة اخواتي انا هاد الحاني مغاداش ندير المجبنة ومغاداش ندير ما غاداش نعمر المجبنة ذا كل شاي اللي غنقطعا وغنديرها احتا هي في التقالية ديالتنا المجبنة هي المعدة ديال الخاروف نجد صندوق الوصف نجد صندوق الوصف ننزو إلى الشوائب ننقوها كأخواتي ننظفها ممتاز نجد صندوق الوصف نجد صندوق الوصف ولكن كما تنقلون نص الخدمة أو نص العمل داروه ليهما الله يحفظهم عارفيني مريضة وهما عاونوني بصراحة صافي كما تشوفو على هالطريقة كننظف في هاد الشحيمة اللي تكون في هاد المعدة وكننظفها مزيان كما اشتو كل ما هو زوائد فيها كيشتو الشكل ديالا كيكتولي كتولي نقية ما شاء الله بالنسبة للكرشا احتى هي نفس الطريقة كندول لها الطريقة اخواتي احتى هيك اشتوها يعني محتاجتش انا نندر لها المبسلوق انا البنات بنو بينكم ما كان نبغيش ندير ذلك الطرق اللي والله وبصراحة وكنقولها ما كان نبغيش ندير اضافات للحويج اللي تيدرون بشتي باي دولا ما عرفتش انا كيفاش هاد الحويج مني نجابوهم احنا كان عقلوا عرضنا هاكي كان ننظف اخواتي هادية الطريقة القديمة ديالتنا ديال الجدات اللي احنا تواردناها جيل عبر جيل ها هي داخل علينا البنات كان ننظفهم مع بيها الطريقة اخواتي بشكلنا ننظفوه الى كانت تقلية فيها هاد شي كتير ولكن اللون ديالها كحل من الداخل يعني كحلة بثاف فكن نديرو لها الماء طيب كنا نحطوها في الماء طيب وكننقرطوها غير باليد ديالنا ما كان نحتاجوش ان بدو نديرو لها شي اضافات ولا شي حاجة اخرى كيف مكشتو على هاد طريقة كنبغيش ننظف الكرشا احتى هي من بعد اخواتي كان ناخد الماء كندير فيه هنا الحامض كيف ماشته حتى كننظف تقلية ديالي مزيان المصارين للريا او للفشا الكرشا كي تنظفوه مزيان عاد بش كندير الماء في الحامض وكنننحطهم وكننخليهم يترقدو تقريبا بحل شكل اللي كنديرو لجاج اخواتي كنخليهم يترقدو واحد المدة عاد بش كنصف فيهم كين ماشته كندير هنا الكرشا هنا درت المصارن كندير هنا الريا غامضا نقطع اطراف اللي هنها كبيرة كما تعرفو نقطعها احتى هي ونقطع احتى القرجوطة اولا القصبة الهوائية ديال الخاروف كي مشتو على هاد الشكل هادو تقطع الاول اخواتي را ما زال حتى هيترقدو مزيان عاد باش غادي نعودو نقطعو مقطعو مقطعات السهر بحال هاد كي مشتو على هاد طريقة كنقطع هنا الرياول الفشا شوفوا الشكل اليالك تجي بايدة ما شاء الله ما كيبقاش في هادو الدم في الداخل هنا من بعد ما ترقدت لي خليطة واحد مدة فانا كنا بدنا نديرها هكا يعني كنحطها في حد الشبكة ضروري يكون عندنا شي شبكات هكا بالبانيوات ديالهم باش كنصفوا كيف ما كتعرفو التقالية كتهز الماء وكتلق الماء فضروري ندروها في شي شبكة قبل ما نخزنوها ولا نطيبوها ندروها في شي شبكة هكا نيا حتى تقطع لنا من الماء مزيان تقطع لنا من الماء وتنشه صافي هنا كيف ما تشوفو صافي هنا سالينا من التقالية وغضي نمرو ان شاء الله الاشياء اخرى يعني هذا العيد ديال الخدمة اخواتي او هادي هي تقالية ديال شوفوا ما شاء الله الالوان جات بايضة جات مقية ما شاء الله محتاجينها لمبيضات لالله يزر لحت شي حاجة ما شاء الله هادي الطريقة الاخوات اللي احنا كبرنا عليها كما تلكم هادوك اشياء كسبقة داخيلة انا كرمرو الراس ديال الخاروف من بعد ما شوطوا لي ولدي دا شوطوا لي على برة عند الدراري ديال الدرب فاجابو فكن نضفو تنضيف اللي هو كنناخدو سلك وكنناخدو مصحوق ديال تصبين وكننضفو هاكم زيان كنحكوه يعني كنفرقوه مزيان فرقات ديال تلقلب كي ما تنقولو يعني كنحكوه مزيان انا مندك انو علي تنفلي الراس كي يتكفك يعني كل ما كانت فيه شي 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 ما كان وخي يكون تالف فانا كنحكوه كي ما كتشوفو هنا الودنين انا كنزولهم لان احت واحد في البنزين ما كيبغيم ليه فانا انا شخصيا انت انا ما كنبغيمش فانا كنز كنزولهم يعني كنلوحم لمدة جوانب في ق seine 2 كما بتيكي من الصوفه تأشير على ما كن держوى انا مصدفوه كي مخالب المتطرعة оزهاني المنفرنت ستبني فانا مثلا حافظ له التأخيل التمكن Necdoq وضعت قريبو جه �دنين نصحوق في الصوبعة رصة ديال فانا كنفرقوا على hungra 평oisي الآ líفرم لبنزي لاتضرواوا ل людей نضيف المصحوق في الأصباح نضيف المصحوق نضيف المصحوق نضيف المصحوق ضغط المصحوق في الغسيل تيالو هنا كيف ما تتشوفو جيت هنا في الاسنان فانا كان حكوه مزيان بشيته كيف ما تتشوفو وكندير المصحوق دي التيد كان نضفوه مزيان اخواتي حتى تيولي مضيف يعني كان عارفوه يعني رايب كيبار رايب هنا بالنسبة لالان في نفس الطريقة كيف ما تشوفو كان دير المصحوق ونفرق مزيان ها كان ايا صافي وكندير الماو كان شليل مزيان حتى تنوصلوه صافي على هالطريقة اخواتي كندن اخواتي راها الفكرة ببينه والفيديو موضح راسه يعني ما زال ما ما سخيناش بالغسيل يعني خاصنا نفرقوه نعاودو احنا اللي خصوصا للناس اللي تيكونوا بحالي ها كان مزوزات شوية من نظفو وتنظيف فارا صعيبة وصعيبة اصلا شي واحد اخر اللي دير هاد العمل يعني السيدة اللي ملفة هي الديرات شبيدة صعيبة بس شي واحد اخر اللي دير لها هاد العمل كيما تنقولو شوف ما يبرد جو خصيات برد شغالاتها بيدها يعني لما صوبتش الحاجة بيدها وغسلاتها بيدها ونطفاتها بيدها فمسا ترتاحش كتو قدائما نشاكا صافي هنا من بعد ما غسلنا الراس مزيان كيف ما تشوفوه هنا انا هنا ارتاحي تحسيت بالراس راها مغسول غسيلة ديال القلب صافي هنا الراس راها مغسول ما شاء الله غاد ينمرو ان شاء الله لهد الكرعين وللكريوعات الصغيرين لان خارف صغير هذا ما شاء الله تلحيمات دياله زوينين ما شاء الله وما فيش الشحمة احنا ما كان بغوش ليدام والشحمة بزاف ما كان بغوش ليدام بالزاف بالغنمي وهو اصلا رهمية الدمرو كيكونوا غير الحيمات كالطيب يوم سبحان الله كات كيتلقوا ليدام ديالهم صافي كان حكو الرجلين حتاهم بنفس الطريقة اخواتي تاهم مرا شوطوا املي على بره وحيدوا ليدوك الفريقشات التي يكونوا لاسقين هنا يرا حيدوهم هنا كندخلو كيف ماشتو الصبع ديالنا ما بين هاد الفريقشات ضروري تغسلو كيما قلت لكم راه تزولهم ليدا كل ولد وزولو هادو كان زولوهم حنا هادو التي يبقى وحنا هنا كان زولوهم كيما قلت لكم هذه الغسلة الاولى ما زال غادي يتقطعو ان شاء الله وخايد نمرو الغسلة الثانية ديالهم صافي كان ديرو في شي شبيكة كيما تشوفو احنا قاعد المواعن هنا في العيد الكبير كي خدمو ضروري من البانيوات والشبيكات هنا بالنسبة اخواتي الخارف هادا الروتين المسائي هادا الشي في الليل حكت كيما قد لكم انا دبحنا من ورد جوج يعني ما مجات تجي 8 ولا 9 ديال الليل فصافي قطعنا الخارف ديالنا حقطعنا لين الحال شوي سخون درنا بنو هنو طويجنات هنا درت هادو الحيمات غندروا من شاء الله مقايلة على شكل خليع ودرنا قطيبنات اولا بغوشيت هنا درنا كما تشتشوفو درنا استيق عفوا هادا كوتليت درنا مكبار وصغر هادو البقايا اللي تيبقوا اخواتي هادو الفوات ان شاء الله انا غندير لكم الفولات عفوا انا غندير لكم ان شاء الله فيديو غدي نديرهم ان شاء الله طويجين غيجوا رائعين غدي نشرم لهم ان شاء الله صافي كنجيبو هنا الميكات البلاستيك وكن رتب نلحيمة القياس لكل سيدو كتدير القياس نصف كيلو كيلو رابعة على حسب وطبيط الحالة كنخرجوا منه اخواتي يعني ضروري تخرجوا من الخارف ديالكم في سبيل الله كيما تشوفو دري قياس ديالات الطارجين هادوズك ت psychiatrist هادو منسبة لمرزيه وطنجية هادوح تنجيه هنا كيفما تشوفوا هادو ملجا العنغراء dwa نضيرها ان شاء الله ملزيا هادو حتيث اكممية كبيرة لان المرزية كتدري كيبيرة وطنجية كممية كربيرة لانو يغيبو حديثون ينفوّر كيميه كبير tiles اما بالنسبة للطارجين فانا دريト token كمية صغيرة من بعد أن نضع بلاستيكات كما ترون أنا أعاود نضع بلاستيكات المجمد بطبيعة الحرارة يكون خاوي فارغ سوف نضع بغير الحم لأنه لا يخسر لنا يعني ضروري لا يكون فريقو أو للمجمد غسلته الليلة قبل الحمات أو الدبيحة ونحزمه كما ترون كمية كبيرة لأنه على حسب يطيبوا بحديتهم أما بالنسبة للطاجين كمية قليلة لأنه سنخلطوا معهم الخضر هنا كما ترون نضع بلاستيكات هنا كنجمعهم كما ترون هذا باش نعقل عليهم يعني باش نعقل شنو كين في البلاستيكات غير كننشوف الميكاف المجمد كنعرف بأنه ديول المروزية يعني باينين من شكل ديول المروزية كي يجمع بحديتهم هنا غنمروا إن شاء الله ديول التنجية نفس الشيء غد نديرهم هاكانية سوف نعزلهم هدو كما تشوفوا بالنسبة للطاجين كان ديول الميكات ديول الطاجين ميكة ديول الطاجين أنا ميكة واحدة قدرت فيها جوج كيمشته يعني كيمشته كان ديول الطاجين كان نجمعهم بوحدة يعني باينين في الكونجيلاتور كان عرف بأنه ديول الطاجين كان نجمعهم على هاتشكل أخواتي وكل مرة كان نجبد القياس اللي أنا غد ينطيب به صافي أنا هدو من اللحيمات ديولنا كان رتبناهم وغندخلهم كما أسبق لي مجمد هدو أشياء اللي إحنا قاع السيدات يعني كل سيدو كيفاش كترتب الحمد ديالها ولكتخزن الحمد ديالها أنا حبيت نتقاسم معكم أخواتي الطريقة ديالتي أنا شخصيا نيت كان حب نتفرج في محلات الفيديوهات لإنش يحويش كان ناخدهم من بعض الأخوات يعني إحنا كهكا نتبادلوا إحنا بعض الأشياء مع بعضياتنا راه متحد فينا متزاد معلم متحد فينا ما يقول معلم بالعكس روخا حويش تعلمنا من وليدينا وحويش اكتسبناهم خبرة من من المطبخ ديالنا يعني إحنا من حويش اللي إحنا كان نخدموهم في المطابق والبويس ديالنا فإحنا كان ما نتعلمو مش من وليدينا إحنا كان نكسبوهم من تلقاء نفسنا فما فيها باس هكا نصغروا راسنا ونتعلموا ركيو الاثنين اللي يتعلمين الخجول والمتكبر نحن كنبقوا دائما تعلمو دائما نسولو دائما الحاجة اللي ما عرفناه هاش نسولو نفهمو وخص الناس اللي كيكونوا فيتينا وكبر منا كيكونوا عارفوا علينا باستبديل الحويش كيف ما ستشوفوك ان اخوض هنا هادا الكوتلات عزلتوا حتى وبوحدتوا على الطريق قدرتوا بشكل طالي هادا هو الترتيب أخواتي ديال الأشياء اللي عندي هنا بالنسبة هادو المفاصل اللي كيكونوا جنب الكرعين أخواتي والديالة هادو كي تقطعوا أخواتي كندرون بلاستيكات كننبن بيهم الحريرة ولزا نبن بيهم اللوبيا أو الفاصولية البيضة كيف ما ستشوفوه هنا القطيبنات ديالي غنشرملهم ان شاء الله باش نوجدهم اليوم غد داروري كنشرملهم وحتى هاد المقيلة اللي على شكل الخليع غادي يحتاجي نشرملها ونتبلها ونخليها اليوم غد يعني كيما قلت لكم هادشي كل شي كان دروه في نهار واحد يعني نهار واحد في شوية الخلمة هناك كيف ما كتشوفوه التقالية ديالنا يعني الكرشة والمصدر من بعد ما خليناه في الماء شوفوش حط القلينا ديال الماء كيتصفا وكي نشوفوك يجو مزيانين اكا طريقة مزيانة أخواتي كننخوض هنا المقص وكان بداك نقطع يعني بلا من شي حد يعاوني قلت على شد بسكين ويبقى نقطع ولا شي حاجة هكا بالمقص كان سهل عليها العملية هنا أخواتي الكاميرا راني ما 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 دورتها شجيت تقطع كنظر ركيبان غي واحد شوية ما اديت ما اجبت هنا بقيت كان كان شقاصة فيما ما رديتش لبل الكاميرا كيف ما تشوفو على هادشكل كننقو نقطعو هنا في التقالية في الكرشة في المصران في القرج وطاولة القصبة الهوائية ديال الخارف ديالنا كيف ما قلت لكم تقالية يعني ديال تلعيد تكون بنينا سبحان الله يعني وخا كنشروها من الأسواق ما كتجينش بحل ديال العيد صافي هنا من بعد ما غادي نقطع ان شاء الله تقالية كاملة فحنا غادي نديروها في البلاستيكات ونخزنوها في التلاجة والمجمد كل سيدة كتدير القياس اللي بغات بغات تقسمها على جوج بغات طيبها في نهار واحد بالنسبة لهذا الأشياء يعني بحراس والكرعين والتقالية يعني الأحشاء والمصارن فمن أحسن يتناولوا في اليومين الأولين ديال العيد أولى ثلاث أيام يعني ما يتخزنوش بحل شكل الحم اللي تيبقى أخواتي من خمس شر حتى أست شر أما بالنسبة لهذا الشيء هذا الأحشاء والراس كيف ما قلت لكم هذا الشيء يعني نتناولوه في يومين أولى ثلاث أيام من عيد الأضحى وكيف ما قلت لكم حنا رضغية كانت تناولوا بحال الشيء ما كيبقى صافي كما كتفوها تقالية ديالنا من بعد ما قطعناها كاملة شوفوا كيف يتجيو أجزاء هاك فحنا كنخلطوهم باش يتخلطونا مع بعضياتهم يعني كيولوا كلهم ممزوجين مع بعضياتهم كتولي الكرشة مع المصران مع شي شحيمات اللي تيكونوا باقين عندنا وكنخلطوه مع هاك كنخلطوه وكنخلطوه مع هاك كنخلطوه صافي كما قلت لكم يعني الخدمة اللولة حيدنا علينا ديالتنظيف وديل صافي وغادي بقدبة غير الخدمة ديالتخزين أخواتي صافي هذا والفيديو وصال نهاية ديالو خليتكم راح أخواتي في أمان الله وفيديو قادم إن شاء الله